اشتركوا في القناة التأهيل النفسي والاجتماعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء وهو مشروع تضامني يجسد مرة اخرى الاهتمام الخاص الذي يليه جلالة الملك للنهوض بالقطاع الصحي عامة وبالصحة النفسية على وجه الخصوص مصلت والضوء اكثر مشاهدين حول هذا الموضوع مع المتخصص في العلوم البيولوجية والباحث في اقتصادي الصحة والحماية الاجتماعية وايضا عضو مؤسسة محمد الخامس للتضامن عبد الحفيد والعلو استاذ عبد الحفيد مساء الخير و اهلا بك مساء الخير وشكرا على هذه الدعوة الكريمة مرحبا بك رمضان مبارك سعيد بارك الله فيك شكرا جزيلا بداية اسألك ما اهمية تدشين هذا المركز الخاص بالتأهيل النفسي والاجتماعي هذه ولله الحمد صاحب الجلالة بتدشينه لهذا المركز تأهيل النفسي والاجتماعي بالضار البيضاء وبصفة خاصة في المشفى الجامعي ابن رجد يبرز اهتمام صاحب الجلالة بالقطاع الصحي بصفة عامة وكذلك بالنسبة لكل فئات المعوزة والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وهذا المركز هو موجه الى هؤلاء اللي عندهم امراض مزمنة ذهنيا واللي غادي يعطي واحد الافادة جيدة بالنسبة لتكفل هاد المسافدين تقريبا 1500 مستفيد كل سنة وهذا المركز كما هي باقي المركز ولله الحمد في كل أنحاء المملكة صاحب الجلالة دائما بمناسبة شهر رمضان ويساهم برعايته السامية للرفع من القطاع الصحي ومن كذلك الخارطة الصحية وأكيد أن صاحب الجلالة يعطي أهمية قصوة للقطاع الصحي والشيء اللي كيف سر على أننا الآن نعيش تأهيل القطاع الصحي وتعميم الحماية الاجتماعية اللي هي كما كان قوله ورش ملكي تدامني واجتماعي طبعا هذا المركز هو مختص في التأهيل النفسي بناء على ذلك أسألك أستاذ عبد الحفيض كيف ترى موقع الصحة النفسية في المنظومة الصحية الوطنية بشكل عام في قطاع الصحة والكل يعرفوا ذلك يعرفوا بعض الاختلالات وبعض النقص في الموارد البشرية وهذا هو المشكل الأول اللي كيتعاني منه وزارة الصحة وكذلك العرض الصحي وهذا المركز اللي كيتشنها صاحب الجلالة كتدخل في إطار تعزيز العرض الصحي لتسهيل الولوج للعلاج وكذلك لتكفل بهذه الأمراض المزمينة وهذا يعطي واحد دفاع قوية بالنسبة للقطاع الصحة في جهة الدار البيضاء وهذا ماشي أول مركز بل هناك مركز أخرى موجودة في سيدي مومن في تيتم الليل وفي مدينة الرحمة إذن هذه كلها مركز لكلها كصب في تدعيم الخريطة الصحية واللي كيميز هذا المركز اللي تشنه صاحب جلالة يوم الأربعاء الماضي أنه جاء نتيجة شراكة بين مؤسس محمد الخامس للتضامن والمركز السيشفائي الجامعي ابن رجد وكذلك جمعيات الصحة النفسية وهي مختصة تسمى بالعصبة مختصة في هذه الأمراض النفسية وهذه الشراكة هي اللي هذه تعطيه واحدة دفعة قوية باش المستفيدين يوجدوا هذا المركز رهنا إشارتهم بتخصصات متنوعة وكذلك بتاقم طبي وتقني يفوق 30 شخص من أطباء وممردين وتقني بالإضافة إلى هناك كذلك مختصين في بعض الأعمال اليدوية والمهنية إلى آخرين وإلى أي حد ترى أنه على القطاع العام اليوم في المغرب الاهتمام بالصحة النفسية التي يراها البعض ضرورية وليست مجرد طرف كما قد يراها البعض هي ضرورية وهي من كذلك من الأولوية وهذا ما استخلصناها من دروس بعد جائحة كوفيد شفنا بأنه كان كثير من الأشخاص اللي يعانيوا من أمراض النفسية نظر ذلك الحجر الصحي اللي كان في ظروف صعبة واللي شفنا بأنه من الضروري أن تكون هناك مواكبة وحتحمل طبي علمي فيما يخص كل ما يتعلق بالأمراض النفسية وهي كثيرة في المغرب لا أعطيش الأرخام ولكن هذا كيبين على أنه الآن هذا الطب النفسي يحتل المكانة مهمة بعد أن كان مهمشا في الماضي مع الأسف ولكن الآن الوزارة الصحة كتعمل باش تكون الموارد البشرية مختصة في هذا الميدان وكذلك فتح مراكز كما هو شأن بالنسبة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن برعاية صاحب جلالة على ذكر مؤسسة محمد الخامس للتضامن وأنت عضو في هذه المؤسسة كيف ترى مساهمتها منذ تأسيسها أعتقد في العام 2005 كيف ساهمت في تقوية وتعزيز القطاع الصحي ولله الحمد هناك هذه المؤسسة مؤسسة محمد الخامس للتضامن اللي كرعاها صاحب الجلالة واللي هو في كل مناسبة وخاصة في شر رمضان نشاهد أن هناك فتح مراكز عدة في كل أنحاء المملكة في كثير من المدن وحتى في العالم القراوي تعنا بالأشخاص المسنين تعنا بالنساء بالأطفال بالفئات المعوزة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك في تكوين الشباب شخصياً أترأس مركز بمدينة سالة مركز سوسيو تربوي لتنمية كفاءة الشباب بشاركة مع المكتب التعاون والتكوين المهني وهذه هي الإضافة التي تقوم بها مؤسسة محر الخامس للتضامن بشاركة مع كذلك مع عدة جهات والتي أساساً تصب في مساعدة هذه الفئة الاجتماعية التي خصها كذلك يكون عندها واحد المكانة خاصة بالنسبة للولوج للعلاج واللوقاية وخاصة في العالم القراوي وحنا شفنا بأنه قبل شهر رمضان تبارك الله المؤسسة محر الخامس للتضامن كان حاضرة في تنغير في تارودانت في كل المناطق وزاقورة إلى خير بالنسبة لتوزيع المساعدات والإضافة كذلك إلى تنظيم قوافل طبية والآن راكين واحدة قافلة طبية مهمة في الجهة ديالتونات وهكذا المؤسسة مع المحر الخامس للتضامن تأتي لتعطي إضافة نوعية بالنسبة لتكفل بالمرضع وخاصة في العالم القراوي وفي المناطق الجبلية وخاصة الفئات المعوزة اللي ما عندهاش مع الأسف ولوج إلى مشفيات العموية وما الصعوبات برأيك التي تواجه مؤسسة محمد الخامس اليوم للوصول إلى أكبر قدر أو أكبر فئة من المواطنين لكي تقدم هذه المؤسسة خدمتها أنا ماشي ناتق رسمي محمد الخامس للتضامن لكي نتكلم على الصعوبات أو المشاكل ولكن شخصيا أنا مرتاح وكان نغتنم هذه الفرصة لكي نشكر جميع الأطور محمد الخامس للتضامن من أطور طبية من مسؤولين على المشاريع وهي كثيرة والحمد لله وهذه المؤسسة عودتنا على أنها دائما كانت حاضرة في كل الأوقات الصعبة وهي التي تمد هذه الملاطق التي هي نائية أو ملاطق جبلية وخاصة العالم القاروي التي فيه وحد النقص فيما يخص لكل المؤسسة الاستشفائية هي كجيكة كالدعم وبفضل رعاية دي صاحب الجلالة كما قلت ويمكن نقول بأنه الآن كان أكثر من 800 مركز منذ تأسيس المؤسسة بتنوع الاهتمامات وبتنوع كذلك المستفيدين وهذا هو اللي كي يجعلنا أننا الحمد لله ونشكره صاحب الجلالة ونشكره كل أطور دي المؤسسسة محمد الخامس للتضامن لدينا هم معبئين صاهرين على تقديم المعونة وهي راشفنا فيما يخص توزيع القفة رمضان مباشرة تعطى القفة إلى المستفيدين بدون وسطاء وهي شيء اللي يجعل أن هناك مصدقية وأن هناك شفافية وأن هناك التزام وأن هناك حب لهذا العمل التطوعي والتضامني خاصة في شهر رمضان نعم الأستاذ عبد الحفيد والعلو أنت متخصص في العلوم البيولوجية وباحث في اقتصاد الصحة والحماية الاجتماعية وأيضا عضو بمؤسسة محمد الخامس للتضامن أشكرك جزيلا شكر على كل هذه التوضيحات شكرا جزيلا وإلى فرصة مقبلة إن شاء الله شكرا لك كما أشكركم أيضا مشاهدين الأفاضل على حسن متابعة هذه الفقرة في أمان الله شكرا للمشاهدة